ترجمة نانسي قنقر نعم أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير واسمحيني في بداية طبعا أن أرفع للمقام السامي لسيد حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وسيدي صاحب السمو الملكيل أمير فلمان بن حمد الخليفة وله العهد رئيس مجلس الوزراء أسمع آيات التهاني والتبركات لمناسبة نجاح الحفل الختامي لجائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى الخليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات لإتصال في التعليم والذي يقيم اليوم طبعا بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في باريس وطبعا عودا على سؤالك في الواقع ما اكتسبته الجائزة من زخم على المستوى الدولي هو نتيجة التزام مملكة البحرين المستمر بدعم منظمة اليونسكو في الاهتمام بهذه الجائزة ولا ننسى طبعا الاشتراطات المتطورة وطبعا العميقة التي تتطلبها الجائزة في من يرغبون في المشاركة بيها فضلا عن وجود لدنة تحكيم دولية مستقلة تقوم بتحكيم الأعمال بكل تفرد وبكل شفافية وفي النهاية طبعا يكون الاختيار للأعمال الرائدة والمتميزة من بقية جميع الأعمال في نفس الوقت هناك اهتمام من جميع المنظمات في دول العالم المعنية بالتعليم بهذه الجائزة وفي الواقع في حديثي مع مساعد المدير العام ومع مسؤولي الجائزة أكدوا لي أن هذه الجائزة تعتبر رائدة بالنسبة لمنظمة اليونسكو في دعم تقنيات التعليم واستخدامها في نشر أفضل الممارسات التعليمية وهناك طبعا حرص على استمرارية هذه الجائزة بحيث يتم تطويرها وتمتد إلى أبعاد أوسع وأكثر طبعا في مختلف المناحي طبعا السمعة الكبيرة التي تميزت فيها هذه الجائزة تنعكد أيضا على مدى اهتمام مملكة البحرين بالعملية التعليمية ودعمها لأنظمة طبعا ومشاريع وبرامج اليونسكو بما يتصل بتطوير التعليم وبحصول جميع المواطنين في جميع أنحاء العالم على التعليم الجيد وخصوصا طبعا وصول التعليم للأطفال وإلى جميع المناطق المحروبة وغير ذلك من المشاريع الإنسانية المعنية بالتعليم نعم سعادة الوزير كما ذكرتم أن في العوام السابقة فازت مشاريع من مختلف دول العالم وكما شهدنا هذا العام فاز مشروعان من إيرلندا ومن الصين كيف حفظت هذه الجائزة على عالميتها؟ طبعا أود في البداية أن أوضح أن المشروعان الفائزان من إيرلندا والصين هم مشروعان رائدان يوفران مدخلا إلى التعليم من خلال منصات تكنولوجية وتقنية تتيح التعليم لجميع سكان الأرض بمعنى أن كل من يرغب في التعليم يستطيع الحصول على معلومات ويستطيع الحصول على جرعة تعليمية من خلال هذه المنصات وطبعا هذه المنصات أشرفت عليها مراكز بحثية وطبعا قامت لجان التحكيم بالدخول في جميع التفاصيل المتعلقة بهذين المشروعين وغيرها من المشاريع حتى تم التوصل إلى المشروعين الفائزين بهذه الجائزة وبالتالي فإن مشاركة دول مثل الصين ومثل إيرلندا في جائزة اليونسكو الملك حمد بن عينسى الخليفة للاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالتعليم في هذه الجائزة يبين في نفس الوقت العالمي التي وصلت إليها فنحن نتحدث اليوم عن دول رائدة في التعليم باتت تشارك في هذه الجائزة في مرحلة سابقة فنلندا فازت لهذه الجائزة وفنلندا معروف أنها من الدول المتقدمة في التعليم إذن هذا مؤشر واضح على العالمية التي وصلت إليها هذه الجائزة وبحسب طبعا منظمة اليونسكو فإن هذه الجائزة هي الجائزة الوحيدة الدولية التي يتنافس عليها مختلف المنظمات فيما يتصل باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالتعليم نعم من باريس سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر